خليني هنا أرحب جداً وبشدة بضفنا العزيز الدكتور مهندس أحمد أبو سيد منورنا مشرفنا أنا سعيد جداً بالمهندس أهلاً سيدنا أنا أسهل في هذا ما أنا فان لحضرتك أو معجب من سنة 2011 وكنا قاعدين قدام تيفيزيون في أمريكا نستمع ما تعبر عنه الله يخليك يا دكتور ده يخليني يمكن قبل ما ندخل يمكن في الحاجات الرئيسية بتاعت الفقرة حتى طلعت أمريكا أمتى؟ مشيت من مصر ع 1969 1969 طلعت على فرنسا أخذت مشتير في البيانات IT information technology ومن هناك بر بر على أمريكا أخذت مشتير ودكتورة في الهندسة فلسفة الهندسة فلسفة الهندسة في كاليفورنيا؟ لا في براون يونيفورستي براون طبعا الإستكوسن في رود آيلاند دي ولاية صغيرة جدا أول ولاية في أمريكا بعد ما استعملت وبعدين اشتغلت عشر سنين في وزارة الدفاع ووزارة الطاقة كمستشار مش في الوزارة نفسها في شركة كل المشاريع بتاعتها تبع الحقيقتين دول وبعدين دخلت صناعة البترول اشتغلت في البترول إلى أول خمس سنين وبعدين عشر سنين مع الشركتين اللي كانوا بيدوروا الحقول في ألاسكا الأكبر فيلد في أمريكا يعتبر من أكبر الفيلد في العالم كله الشركة التانية اللي كان برضو بتشتغل في ألاسكا هي بريتش بتروليوم بي بي وكتماسك في بي بي شغل الليب العلاقة بتحفيز الانتاج ولوائح من هزا النطاق دخلت في كمستشار للشركة في قضايا مع الانفيرومنتل بوتكشن الهجز لحية الحماية البيئة ووزارة العدل البرتمن الرجاستيس لا علاقة بالتطبيق بتاع التكنيكس اللي بنستعملها أو التوري بنستعملها للإستكشاف والإنتاج وكانت النتيجة أنت خصصت أكتر وأكتر في هذا المجال ولقيت نفسي بدافع عن الشركة في قضيتين من أكبر الأضايا الانفيرومنت واحدة فيهم في ألاسكا والتانية في أوهايو لهم علاقة بتلوس نتيجة الكيميائيات اللي بتطلع من المصانع الكيميائية في أوهايو ونتيجة عدم تصرف الشركة اللي كانت بتعمل لنا حفر في ألاسكا بطريقة صحة فبلغنا عنها فكانت النتيجة أن احنا اللي ترفع علينا قضية من وزارة العدل لأن بي فيه محافلوس أكتر من شركة الحافل فاخدت القضية تهين دول واحدة في سنة واحدة تسعين والتانية كانت قبل كده في تمانية وتمانين دول كانوا فاتحوا عيني على أن الصناعة لازم تنظف مطرح ما بتاكل مطرح ما بتسهل فابتديت أهتم بهذا الناحية من الشغل وبقيت مسؤول في بي بي عن معظم الأماكن اللي حصل فيها إما تلاوث أو وجود نفايات نتيجة الشغل بتاع الاستكشاف والإنتاج والتكرير ولها فلاقيت أنه ده بيخدم المجتمع من ناحيته من ناحية بيساهل شغل الإنتاج والاستكشاف والطاقة والناحية التانية بينضف البيئة شغل كويس جدا طيب أنا هنا ده هيخليني يعني أنا كده فهمت إيه اللي وراء المقترحات اللي حضرتك مقدم ويمكن كنا بنتكلم على أنه حضرتك مقدم مقترح كبير إن إحنا إزاي نقدر نتخلص من المخلفات العضوية من محاطات الصرف ونقدر نعزل الكربون الناتج جمنة وده علم وأنا مش راجب ده علم فأنا هستأذر حضرتك تشرح لي وتشرح لنا جميعا بتفسير هنشرح حضرتك البترول ما هو إلا انتحاد عنصر الكربون والهايدروجين الهايدرو كاربون الهايدرو كاربون ده مثلا الغاز والبترول اللي عندنا في البحر متوسط عبارة عن النباتات اللي جابها النيل ورماها في البحر متوسط مع الوقت ومع الدفن ومع درجة الحرارة والضغط تحللت وباقت الزيت الزيت والغاز المخلفات العضوية ما هي إلا كاربوهايدريت كاربوهايدريت اللي هي النشاويات والنباتات والحاجات اللي بنأكلها ومنألفزها كاربوهايدريت هيدرو كاربون في حاجات تشبه بعضهم هم كاربوهايدروجين وكاربوهايدروجين في النهاية هم نفس التوء المس هو البترول بيطلع من المخلفات العضوية البترول والغاز بيطلع من المخلفات العضوية أنه هو كاربون والهيدروجين بيتحده مع بعض جيين من النبات أو من الحيوان ومع الوقت والطبخ تحت الأرض والضغط والحرارة بيتحولوا إلى غاز وبترول يبقى إذن لما أنا عايز أن نضف الجو من سانيوكسيري الكربون خليني أقول الأول ليه سانيوكسيري الكربون خطر احنا نعرف على موضوع السوب احنا بلد زراعية من زمان ونعرف أن السوب بتدخل الحرارة في اتجاه واحد وهو أن الحرارة اللي صدرة من مصدر مضيق بتخش لكن الحرارة اللي جوة بتخرج فبتخلق لي الجرينهاوس إفاكت سانيوكسيري الكربون بالضبط بيعمل كده ده الاحتباس الحرارة اللي بنتكلم عليه سانيوكسيري الكربون لما بيطلع في الجو بيبقى زي الصوبة دخل الحرارة من الشمس ترفع درج حرارة الأرض يحصل بقى الكوارث البيئية اللي اخبطة كمثال بسيط المحيط الهادي بسيفك لما بيحت درجة الحرارة بتاعته تطلع درجة أو درجة ونص بيحصل توفنات بيحصل أعصير ده ظاهرة اسمها النينيو النينيو ما هي إلا ارتفاع درجة الحرارة بتاعت المحيط الهادي لأنها بتغير شكل طيارات المية المية والجو والهاوى رايح بيتجه اتجاهات تانية ويشيل الرطوبة يحطها على الأرض وهكذا فده ما بيحصل وبيحصل مثلا كل ثلاثين على حاجة بيحصل النينيو والنينيو والعكس بتاعه لما يبرد تخيل حضرتك أنه هنا فيه في الجو السانيكشير الكربون بسبب عملية ارتفاع الحرارة اللي بتؤدي في العادي لأن لو عندك منطقة جليدية تسيح لو عندك مية منسوبة عايز منسوبة عايزيت فتهدد الشواطق بأنها تغمى تخيل حضرتك أن مصر ما بين أسوان وإسكندرية 10 متر ارتفاع أسوان 10 متر تبقى أسكندرية 0 و1000 كيلو يعني كل كيلو كل من الماء تطلع سنتي تغطي كيلو تخيل حضرتك لو البحر المتوسط في 3040 سنة طلع مثلا 6-7 درجات 6-7 سنتي يعني 6-7 كيلو حتطع من الدلتا الحتة العريضة معناها أنك حتخسر أرض الزراعية معناها أنك أنت المناطق اللي على الساحل كلها هتغرق فكون أن مية تزيد عن طريق أن الجليد يسيح عادي مشكلة من مشاكل الاحتباس الحراري كون أن المية تتمدد لأن درجة الحرارة بتزيد أي حاجة مع درجة الحرارة ما زيد درجة الحرارة بتتمدد عادي ارتفاع المية اللي هيغطي السواحل الأرض الساحلية فالاحتباس الحراري مش سهل بيغار الجو العصير اللي بنشوفها النهاردة أنا كنت لسه جاي من السعودية بنشتغل هناك في التخلص من النفايات المشاعة اللي بتطلع مع الغاز واللي بتطلع من تحليط المية فيه بيطلع مواد مشاعة ناتشرل يعني طبيعيا هي مؤد مشاعة أما الغاز بيمشي في مسام بتاع الصخر بسرعة بيطلع معاها حبيبات صغيرة من الصخر مشاعة مشاعة يعني ما هياش صفر لكن ما هياش مشاعة زي القنبلة الزرية طبع إنما وجود الإنسان جنبها خطر بشكل خطورة بشكل خطورة الـ X-ray people اللي بيشتغلوا في الـ X-ray آه طبع اللابسين جهاز يقيس التعرض الناس اللي بتشتغل حوالين نورم المادة دي اسمها نورم نورمالي أو كيرينج ريديو آكتيف ماتيريا دي بيمبرد وبيلبسوا نفس الجهاز ويقيس لهم وبعض الأحيان بنتطر نروح ناس من الموقع لأن درجة درجة الضحة المعدل زاد كمثال إن السعودية بتنتج نص مليون تن سنويا من الغاز والمواد البترولية اللي طالع ده غير مليون ونص بينتجوا من تحليط الميا مصر عندها بركة في رأس شقير تحوي مالة يقل عن تلت مليون برميل من هذه المادة على السطح دي بواقي من الاستكرافات لا الانتاج والانتاج بيخلي المواد دي تشبط في البايبس في الأنابيب بنقشوتها عشان نخلي الغاز والبترول يمشي ونركينها نخزينها دي مادة من المواد النفايات بتاعت البترول تبو دي صالحة للتدوير ولا غير صالحة للتدوير لا لا دي لازم تدفن مطرح مجاد لازم تدفن مطرح مجاد من الصعب إنك دورها لأن زي الإكس ري الإشاء بسيط لكن مع استمرار التعرض له ومشكلة فالسعودية بدئين معها مشروع المرادة اللي كنت في السعودية من خلص التفاصيل هذي موضوع تاني للنفايات نرجع للنفايات العضوية ونرجع للإحتباس الحراري النفايات العضوية زي ما قلت الحديث داك معظمها كاربو هايدريتز موضوع ما نشا نبات بنأكله وبعدين بقى تم التخلص التخلص منه بقى بيبقى عن إيه عادة الناس بتروح تستعمله كسماد هذه المادة بتبيحها محطات الصرف للمزارع بحوالي خمسة دلار التن تلتمية جنيه معلش أنا هشتغل بقى نمس طبيعي ماشي نقول عشد لار عشان نبقى ماشي رسمي أوكي هذا التن يحوي نصه كربون تن الحمقى اللي بيطلع عن محطات الصرف في نص تن كربون لما بتفرشه كسماد كربون دا بينطنق بيطلع عن طريق إنه بيطلع غاز المثين وغاز الكربون داكسايد دا مثال لما أنا أحويشه عشان أعمل بيه سماد للأرض أنا بطلع هذه المادة للسطح لأن النبات والأرض ما مش عايزين دا عايزين النيتروجين عايزين الأمونيا عايزين الفوسفيت الحاجات اللي هي بتفيد لكن كربون لا كربون مضير بيطلع الجو فبقالنا في لوس أنجلوس 12 سنة بنشتغل مع لوس أنجلوس سيتي في محطات الصرف هناك محطة نحن هنا 15% من الحمق بتاعت 15% من محطة هم تلت محطات لوس أنجلوس عندها كمية بايو ويست في العشر سنين اللي فاتوا وإحنا منعنا ثلاثة مليون تن كاربون from getting to the atmosphere طيب أنا أسأساً هروح لفاصل وعايز أرجع بعد الفاصل بعد إذن حضرتك أعرف إحنا عايزين نعمل المشروع دا فين في مصر على سبيل المثال وإزاي وكمان الجدول الاقتصادي ما يعني كل حاجة دلوقتي فلوس فإذا كان الطن بخمسة دولار لا دا حدى لازم نشتغل فيه فاصل لا يا فندي الطن اللي بيستخدم كسماد بتبيعوا الهكومة بخمسة دولار لأ هلعيجوا صرف وبت بت دعموا هنيجي نشوف قيمته إيه ككاربون اوه